هل العميل له الحق انه يطلب تخفيض في السعب؟ وهنا بتكلم عن اسعار الفلاتر المنزلية وقطع الغيار هل في طاقم شمعات امريكي؟ هل في فلتر امريكي؟ هل في طاقم شمعات تايواني؟ وهل في شمعات صيني او مصري؟ طب ايه الفروق ما بينهم؟ ايه افضل الشمعات؟ ايه اسعارها؟ كل الاسئلة دي تحتاج اجابات فلو مهتم كبات الشاي او القهوة اللذيذة ويلا بيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في فيديو جديد كتير من العملة بيسأل عن اسعار الشمعات ار كتع الغيار اسف بيسمع اسعار متفوتة فالنهاردة هنشوف بعد الاسعار وهنرد على اسئلة كتير وهنحط قاعدة رئيسية مهمة جدا جدا للعملة اولا مفيش فلتر امريكي في مصر اي حاجة مطبع عليها علم امريكا او مكتوب عليها ميد ان يو اس اي هي مش امريكي وفي الغالب اما بتكون صيني او مصري طيب هل في شمعات تايواني الاجابة صح وغلط في شمعات تايواني اصلية ولكن قليلة جدا انما للأسف في شمعات كتير جدا مكتوب عليها ومحفور عليها ميد ان تايوان وللأسف بتكون صيني او مصري هل في شمعات مصري في شمعات مصري بالفعل وجودتها جودة عالية جدا ولكن الغالب اللي مكتوب عليه ميد ان تايوان بيكون مصري بيبقى جودته رضيئة ودون المستوى طيب ازاي انا كعميل هفرق بين الشمعات الصيني او المصري او التايواني الاصلية او المضروبة احنا هنا في القناة شرحنا فيديوهات كتير عن الموضوع ده وفرقنا بين الاصل والتقليد وهسيب لكم بعض الفيديوهات في وصف الفيديو اللي عايز يعرف الموضوع باستفادة يعني ولكن الموضوع في اغلب الاحيان بيحتاج اختبارات فهنصحك نصيحة لو انت عندك فلتر او ناوي تشتري فلتر حاول تدور على شركة امينة او فني امين اتعامل معي بغض النظر عن نوع الشمعات لان لو تفرقت على كل الفيديوهات ومعاكش اختبارات ممكن بسهولة جدا حد يضحك عليك ونيجي بقى الاهم واختر سؤال هل العميل محقق ان يناقش الفن اللي عنده فان الشمعات دي اسعارها غالية او قليلة او تكلفة الصيانة غالية الاجابة لا طبعا كتير من العمل هايسمعوا كلام دلوقتي ويزعلو لكن خلينا اسألكو كم سؤال ووضحلكو كم نقطة هل لما بتروح للدكتور وتكشف عنك بتقول الكشف عندك غالي او يا دكتور الكشف عندك غالي هل بتقوله كده هل لما بتشتري حاجة من الصيضلية او دواء من الصيضلية بتقوله والله الاسعارها غالي ولا بتشتريها وانت ساكد هيه ما بتقولش على كشف الدكتور غالي او عن الدواء من الصيضلية غالي لان البساطة دي حاجة تمس الصحة فانت اي حاجة تمس الصحة مش بتستخسر فيها اي فلوس مش بتقدر تتكلم او تتناقش فيها اصلا احب اقولك ان الفلتر لازم يعامل نفس المعاملة الفلتر لازم يتعامل بنفس الطريقة اللي بتعامل فيها مع الدكتور او مع الصيضلية لان هو بيديلك مية صحية مش هتخليك تروح للدكتور ولا هتخليك تروح للصيضلية ولكن الاسف بعض الشركات وصلت الموضوع للعملة بشكل خاطئ ان احنا عندنا عروض وانحنا عندنا شمعات وانحنا عندنا تسهيلات في الدفع للمفروض انت لما تشتري فلتر انت اللي تدور على الشركة وانت اللي تسعى انك تعمل الصيانة مش انا اللي اقولك واننا بيعمل صيانة عشان خاطر نعمل صيانة لان الفلتر ده حاجة مهمة في بيتك اهم من اي جهاز عندك في بيتك طبعا كل اللي انا قلته ده ما ينفعش تناقش الفني او الشركة في السعر في حالة ان الفني والشركة دول حد موصوب فيه وحد امين وحد بيرعى ربنا يعني انا مش بعمم القعد على الكل ما يجيش حد يقول اصلي فيه فني بيسرقني وفني بينصب عليا وانت عايزني ما نقشوش في السعر لا انا مش عايزك تنقشو في السعر في حالة انك اخترت الشركة الصح واخترت الفني الصح ان يتعامل معاك لكن لو انت اخترت شركة صح وفني صح ممنوع منع انبتا ان تقولوا لا ده غالي او رخيص ورب يكون الفيديو مفيد لكل اشتركوا وستنون ان شاء الله في فيديوهات جديدة اشوفكم على خير سلام عليكم